تحياتنا لكم مشاهدين معنا في حوار مساء جديد تتحي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي فرصة التسجيل للبوابات الذكية المجانة للمواطنين والمقيمين طبعا هذا في البوابة الذكية عبر منافذ خارج مطار دبي الدولي نرحب طبعا اليوم معنا الضيف سيادة الرايد خالد يوسف اليوسف مدير إدارة البوابات الذكية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حياك الله سالي الله يحييك ومسي عليك ومسي على الأخوة المشاهدين الله يحفظك نعم تماشي مع الحكومة الذكية وكل شيء ذكي في دولة الإمارات إن شاء الله هذه انطلاقة جديدة لكم نعم الله يحفظك يا رب توجيهات السامية هذه الاهتمام القيادة طبعا نعم ربي يحفظك نحن معنا تقرير عن الموضوع نأخذ مع بعض إن شاء الله والمشاهدين ونتم من عمد الحوار إذا مشاهدين إلى تقرير عن هذا الموضوع وحول البوابات الذكية ثم نعود للحوار مع سيادة خالد يوسف اليوسف وفق رؤية الإمارات 2015 أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خدمة جديدة لاستبدال الخدمات الإلكترونية والخدمات الفردية بخدمات ذكية تتيح هذه الخدمات للمراجعين إنهاء خدماتهم من دون الحضور إلى الإدارة وتهدف إلى تقليص أعداد المراجعين لتصل إلى مرحلة عدم الحاجة إلى الحضور إلى مقر الإدارة أو المكاتب الخارجية نهائية وتستجيب البوابة الذكية لرغبات المسافرين بأعلى المعايير الأمنية حيث أنها تتيح للمسافرين المسجلين استخدام جواز السفر أو الهوية الوطنية أو بطاقة بوابة الإمارات وحتى الهاتف الذكي كطرق مختلفة لاستخدام البوابة الذكية ويمكن إنتاج الباركود الخاص للدخول إلى البوابة الذكية باستخدام الهاتف الذكي عن طريق التطبيق الذكي المتوفر في جميع متاجر التطبيقات كما ولا توجد متطلبات مسبقة لاستخدام البوابة الذكية إلا جواز سفر يمكن قراءته الكترونيا ومن بعدها يقوم المسافر بالتسجيل المجاني لبيانات جواز السفر وبصمة العين والوجه ومن ثم استخدام البوابة عند الوصول الجدير بالذكر أن البوابة الذكية تسمح بإنهاء إجراءات تدقيق الجوازات خلال 8 إلى 12 ثانية فقط وهو ما يوفر الوقت ويقلل الإزدحام عن مأموري الجوازات سيادة الرائع طبعا منظر جميل في المطار وتحديثات رائعة وبوابات ذكية إلكترونية والآن أصبحها ذكية خبرنا عن الانطلاق من البوابات عن طريق الإلكترونية من خلال البطاقات الذكية والآن أصبح الهاتف يحل محلها في الدخول من خلال المطارات البوابات الذكية أو الإلكترونية أبدأ فيها البوابة الإلكترونية طلقت سنة 2001 تقريبا 2001 والآن نحن ونحن هذا الجيل الجديد للبوابات الذكية بدأنا فيه كمرحلة كانطلاقة من بداية عام 2013 نعم وظل المشروع قيد التطوير هو ما زال قيد التطوير وتحسينات نعم طبعا الإدارة العامة اللي قاموا الشؤون الجانب وبالتعاون مع شركة إماراتك هي اللي أطلقت اللي صممت البوابات أطلقتها والتطبيقات اللي خاصة بها طبعا وهي اللي تطور هذه البوابات جميل والآن هذه البوابات نحن مثل لما شفنا في بعض الإخوان يستخدمون جوازات السفر للعبور من بوابه ومن ثم عملية البصمة العين لكن لم نرى أنا يعني ما رأيت أن في بصمة العين بقرب من جهاز معين هو واقف على مسافة تقريبا متر إلى متر تقريبا نعم طبعا الجهاز بصمة العين يلتقط من مسافة يعني تقريبا مترين نعم ممكن يلتقط من مسافة مترين فهذا الجهاز في مكان محدد للوقوف الشخص على الأرض عمليل رسمة نعم يوقف عليها وهذا يعني الأنسب لالتقاط بصمة العين بسرعة يعني بسرعة نعم زيل الآن يعني احنا مثل ما شفنا هناك مرحلتين ولكن مرحلة سريعة جدا حسب ما شفنا نحنا في التقرير أولا عن طريق الجواز أو استخدام الهاتف المتحرك ومن ثم بصمة العين لماذا وضعت بصمة العين بعد هذا الجهاز أول ما تدخل على الخدمة تعرف بنفسك بواسطة الجواز أو بواسطة البار كود هاتف المتحرك مجرد ما تعرف على نفسك تفتحك البوابة الأولية فتدخل فيتأكد منك هل أنت الشخص اللي حامل الجواز هو فعلا الشخص اللي واقف اللي أخذ بصمة العين فإذا تطابق الشخص صاحب الجواز والشخص اللي واقف في البوابة طبعا يفتح لك الباب جميل طب الآن نحن يمكن نوضح للمشاهدين أكثر من خلال يمكن فيديونا عرضه الآن نشوف الفيديو يعني اللي ما نشاهده الآن هو فتاة صغيرة في السن وهم أول فتاتين تقريبا بدأوا واستخدموا هذه التقنية الحديثة في مطارات دبي خلنا نشوفها مع بعض خبرنا دبي طبعا هاي بنت سجلت مع أهلها نعم فطبعا نحن نسجل من الفئة الثمانة سنوات سع سنوات بحيث أنه يكون يقدر يتعامل مع البوابة يعني ما يسبب ربك للأشخاص إلا وراء هاي بعد عطتنا علامة شخص محمد ربك نعم جميلة يعني هي فقط مجرد الوقوف على هذا مثل ما شفنا نحن مجال قدمين الله أعزك نعم وينظرون إلى شاشة معينة يظهر مباشرة عملية العملية التي هي ويقوم الجهاز بالبوابة فيها رسائل توجه توجيهية نعم توجه الأشخاص هذه إذا كان الشخص مثلا عربي جوازه عربي فمجرد ما يحط جوازه الجهاز يتعرف عليه فيكلمه باللغة العربية جميل إذا كان الشخص أجنبي فيكلمه باللغة الإنجليزية ها في تواصل أيضا نعم جميل هذا رائع طيب الآن أنتوا مع هذه التقنية الحديثة تتوقعون أنها تحل محل الجوازات و جهات الاستقبال لأذونات الدخول وإدخال القادمون أو المغادرون إلى الدولة نعم طبعا هذا النظام كان نظام كانطلاقة للمشاريع قادمة نعم طبعا أنت مجرد ما سجلت بصمة عينك بتكون معرف في النظام أن أنت فلان فلاني تحمل مثلا الجواز أو الجنسية الفلانية مسجل عدنا في نظام نظام البوابة الذكية فبعدين إذا كانت أنظمة جت بعدين بتكون مرتبطة بهالنظام بهالنظام الآن هذا النظام هو فقط عن طريق تطبيقات معينة على الهواتف المتحركة هل هي خدمة واحدة أو هل هناك خدمات شاملة؟ طبعا التطبيق الخاص بالإدارة العامة اللي قام بشؤون الجانب يحوي عدة خدمات نعم البوابات الذكية جزء خدمة من الخدمات نعم طبعا الآن هذه الخدمة تفيد الفرد أو على مستوى الشركات؟ لا فيه طبعا التطبيق يخدم الأفراد ويخدم الشركات نعم على مستوى الأفراد كيف تخبرنا عنها بشكل أكثر؟ كيف يستفيد الفرد من استخدام هذه التقنية في حياته الاجتماعية داخل الدولة؟ نعم أنت مجرد ما دخلت سجلت ودخلت على التطبيق فهو يعطيك مثلا الأشخاص المكفونين لديك الجوازات جوازك إذا كان ساري أو بينتهي نعم فيذكرك بهذا يعني يصبح ملفك أنت في دولة في يعني ملفك الجنسية والإقامة إلكترونية يتعرف لديك نعم ويصبح عندك أنت موجود نعم موجود ويعطيك رسائل تنبيهية تنبيهية نعم في حيث أن الإقامات أو الجوازات تنتهي يذكرك بهه عشان تبادر بتجديد جميل وعملية التجديد تدم أيضا من خلال التطبيق ولا يحتاج الشخص أن يذهب أو يراجع الجوازات والوزارات اللي هي المعنية أو المختصة فيه طبعا الجهات مثلا إذا كانت وزارة العمل نعم فلازم تكون جدد من عندهم مجرد من جدد ينعكس عندنا في النظام أن أنت جدد عندنا ما زال موضوع غير آلي لكن نحن عندنا معلمات أنه أيضا وزارة العمل تسعى لأن يصبح هذا الموضوع آليا يضم إلى النظام إذا أصبح عند لدى وزارة العمل وعمال تطبيق خاص فيها هل التطبيق هذا يضم إلى نفس التطبيق الشامل عندكم نعم نحن بينه وبين وزارة العمل في ربط أكتروني نعم فمجرد أي شخص جدد بضغط العمل ينعكس عندنا في النظام أن هذا الشخص قام بتجديد بضغط العمل فإن يتقدم عندنا بتجديد الإقامة فإن نجدد له تجديد مباشر مباشر نعم من خلال ما يروح لنا الجوازات لا مجرد ما أول لازم ينفع في طلب مثلا لتجديد الإقامة يتقدم بالطلب يبين عندنا في النظام أنه أنه أنهى إجراءاته في وزارة العمل في وزارة العمل لكن عندكم أنتم لا يحتاج أن يقدم طلب يقدم طلب يكون إيفور طلب إلكتروني 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 ما زال إلكتروني يعني لا يحتاج أن يروح لكم نعم طب في هذا الصدد مثل ما نحن قاعدين نقول الآن أن الشخص يوفر على نفسه عمليات كثيرة من مواصلات من وقت إضافي وأخذ أدونات من العمل إلى الذهاب إلى المنطقة والبحث عن باركينج يعني شغلة كبيرة إلى أي مدى ساهمت في تطوير الحياة الاجتماعية ورضاء المتعاملين عندكم طال عمرك التطبيقات هذه الإلكترونية الذكية تخدم الأفراد وتخدم الشركات فالشخص يوفر وقت وجهد في الانتقال من إلى نعم وأنت مثل ما تفضلت قلت يبحث عن باركينج أو شيء صحيح زحمة وزحمة فهو الابلكيشن عنده على التلفون فيدخل عليه ويكون معرف عندنا في النظام مجرد ما يقدم الطلب يوصل عندنا في هذا ويتم الإجراء على باعتقادك أيهما أسرع النظام أم الذهاب إلى الجهازات النظام الكتروني طبعا أسرع أسرع والرد واضح لأن نفس الإجراءات أنت لو تأخذ المسافة اللي بتوصل للجهة فأنت تقدمت صحيح وفي نفس الوقت ستذهب إلى طباع وطباع بجلسك نص ساعة سالة نعبي لك الطلبات طب الآن لو أتحدث عنها عن عملية أمنية هل هذا النظام يعني لديه الإحتياطات الأمنية المتكاملة لألا يستغل هذا التطبيق لأشخاص مثلا من عمليات اللي نعرفهم أنه يدخلون على الأنظمة ويستخدمونها بشكل يعني بشكل غير سوي وهو الاستفادة ماديا من بانتحال شخصيات نعم طبعا الإدارة العامة اللي قاموا شون الجانب أخذت هذا الشيء في الحزبان فما تطلق أي تطبيق أو أي مشروع إلا طبعا متأكدة أنه ما في ثغرات أمنية نعم طبعا مجرد أنت مسجل بجوازك الجواز يكون مربوط بالشخص وأنت معرف خلاص أنت معرف أنت مربوط بالشخص بصمة عينك مسجلة عندنا نعم فلوحد أخذ جوازك أو حد مثلا تلاعب في موضوع بصمة العين ما يقدر يعني لأن بصمة العين نظام دقيق جدا نظام دقيق على بصمة العين نحن جاينا هنا على تويتر واحد من الشباب يسأل يقول ماذا عن العدسات وهل يمكن أن يعني تغير أو يستغل بصمة العين لأن بصمة العين هي عبارة عن أرقام معينة تدل على بصمة عين الشخص من شخص إلى آخر فهل يمكن إنتاج عدسات ببصمة عين لأشخاص واستغلالها ما أعتقد لأن النظام يقرأ القرانية 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 للعين هو ليس ما يأخذ عبارة يعني لا ما في تشابه بين قرانية شخص وقرانية شخص آخر جميل هو يقرأ لك القرانيتين اليمنى واليسرى نعم فيسجلهم حتى لو كان فيه تطابق مثلا يمين بيمين مع شخص يسار وبيسار فالموضوع يعني آمن جدا إن شاء الله جميل إذن نحن نقدر نقول الحين أن بصمة العين هي من أفضل يعني الاستخدامات الأمنية للحيلولة من عملية استغلال اللي هي إمكانيات اللي هم مزورين نعم المشروع بصمة العين سيدي سمو وزير الداخلية الشيخ سيف طبق أطلق هالنظام نظام بصمة العين للحيلولة دون عودة المبعدين المبعدين جنائيا للدولة فطبعا هذا النظام أثبت كفاءة كفاءة عالية يعني فما في ما في أي حد يعني دخل بعد تطبيق هالنظام بالنظام يضبط هذا الأشخاص فلو يغير جواز وبياناته ينضبط عدنا لا يستطيع غير عيونها نعم لا يستطيع ما جاء جاءكم قبل حد غير عيونه بالله المفروض تسأل فيها دكتور يعني إذا يستطيع غير عيونه القرانية في بعض الأحيان تغير صحيح القرانية في حالات معينة طبعا تغير لكن أيضا يبقى ما بغير العيون الاثنين إلا إذا وايد يحب الإمارات لما يقول حياتك صحيح والله الأشخاص اللهم يفيدون الدولة يعني إعمار حبابهم ونعم ونعم في الجميع الله يحبك يا رب إذا أحبت توجه كلمة أو تخبرنا عن مستقبل هذه المبادرات الذكية في الحكومة الذكية شو تخبرنا ولله الحمد يعني هذا النظام اللي أطلق طبعا هذا بيكون لتكمله بأنظر ما أخرى بتكون تسهم في تسهيل الإجراءات على الأشخاص وتحقيق الهدف اللي هو إسعاد الناس وتسهيل إجراءاتهم ونشوف بسمتهم فرحانين راحين بسرعة نعم صح أنت شفت بروحك في الفيديو صحيح صحيح سيادة رائد خالد يوسف أنا أكون سعيد باللقاءات اليوم شكرا جزيلا أشكرك على استضافة الله يحمد أهلا نحن نشكر سيادة رائد خالد إن شاء الله والحكومة الذكية دائما والإمارات الذكية أما الآن مشاهديننا نحن نترككم في فاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله مع بقية ما تبقى من حوار أو مسأل إمارات